السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا جات لي رسالة دي يا جماعة الأستاذ اسمه ناو ناو إسر بيقول لي يريد تحكي قصة شراء العربية ال 128 وكنت مخدوم فيها ولا لا؟ لا طبع انا اتنصب علي فيها اصلا العربية دي انا طبعا مستعملة ومدهونة ودهان على دهان على خمس دهانات فوق بعض الاين بتاعها اصلا احنا بناخد البصمة هنا في المنصورة مكانش باين البصمة فين ويرجعوني تاني القائرة ان اشتريتها من القائرة والناس نصبت عليها هناك في القائرة الحقيقة يعني انا بقول لك اللي حصل اهو فدي تجربة مغيرة بالنسبة لي تجربة عمري منساه العربية ال 128 دي وجايز العربية مكون جديدة هتبقى مختلفة اكيد اكيد اي عربية جديدة هتبقى مختلفة عن مكون عربية مثلا شغالة بقالها عشر سنين ولا خمس شهر سنة وتربط الشرية ده الواحد نفسه جسمه بيضعف فانت انا كنت مكتش مخدوم فيها ولا حاجة انا كنت لسه صغير في السن كنت لسه في الهشرينات يعني في الوقت ده وكانت اول مرة اشتري عربية مني لنفس كده ما كانش حد معايا ولا كلام منده او ناس الدهاني ما اكرامونيش فيها وبهدلوني والدهاني بسعر ايمان غالي وانا اتخلصت منها بعجوبة العربية دي يعني انا بعتها علشان ان انا مخسرش اكتر من كده فهي العربية انما العربية مية تمانية وعشرين لو بتنزل النهاردة كموديل جديد هتقعد معاك خمس سنين تشتغل حلوة هتقعد زيت وبنزيم وكويتش وبطارية وخلاص انت فاهم هتقعد معاك هتقعد لغة الميت ألف كيلو هتقعد لغة الميت ألف كيلو ما تبتحش بقه عليك في مصاريف وفي الكلام دي فده تجربة تجربة صعبة جدا بالنسبة لتجربة العربية اللي مية تمانية وعشرين دي عربية هي كمان عربية ضعيفة يعني العربية الميت تمانية وعشرين دي عايزة أحد في المدينة يروح الشغل ويرجع من الشغل وشكرا عليك إنما يركب بالمنصورة لإسكندرية مثلا لا ده حرام مش هتبسطة يعني حتى لو هي فقطة كيف في الوقتي مش هينفع يشتغل أصل هيشتغل ازاي؟ هي هجيب اوه منين تشغل المكيف ما هو العربية برضو المكيفات بتقيس بقوة العربية إنما ده ينفع شكفها مكيف أصل عربية لا عربية ضعيفة جدا عربية يعتبر إن هي بتاعة واحدة دكتورة واحدة مدرسة تركبها بحنية كده وتكفيها في المشوار بسرعة جاي وشكرا عليكم وأشوفكم بخير وأنا أي حد يعايز مني حاجة يبعتلي في الرسائل وأنا هرد عليها على طول في التجربة بتاعتي وأنا دي تجربة مغيغة بصراحة وأنا منصحش أي حد يشتير العربية مية تمانية وعشرين أصل العربات دي موجودة في الشارع أصل العربات الجديدة دي قصة تانية بقى وحكاية تانية وبردو بتبقى يعني مثلا أنا في مرة واحد قال لي على العربية الشيري اللي هي الصين دي مرة والله واحد صاحب يشترها عربية لقى قال لي الإساز نزل منها وهي جديدة يعني في الإساز الوراني لقى سايب من نفسه والعربية فاب روما ما هيدي العربات الصيني ما هيدي قصة تانية لو احتاجتوا ان انا اكلمكوا برضو في الحاجات دي قولوا لي وانا اكلمكم فيها بإذن الله والفيديو يطلع على طول مش اخره لانا لسه نشايف الرسالة دي النهاردة يعني هي جالي من سبع ساعات وانا شايفها لسه من نص ساعة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته